أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن انطلاق مبادرة كتف في كتف من محافظة جنوب سيناء وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك شهدت محافظة جنوب سيناء وصول قطار الخير في استفاف كبير من متطوع التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة محملة من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غزائية و 2000 بطانية لإهالي جنوب سيناء تأتي المبادرة مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غزائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية